بسم الله الرحمن الرحيمة عزيزية طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الزراعية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز برنامج أمراض النبات حلقة النهاردة هي حلقة جديدة من حلقات برنامج أمراض النبات المكررة على جميع التخصصات احنا اخذنا في الحلقات اللي فاتت اخذنا مفهوم علم أمراض النبات وقلنا هو العلم اللي بيختص بدراسة النبات المريض في الحقل ومنتجاته أثناء النقل والتخزين والتسويق مدرسها من حيث طبيعة المسبب المرضي والظروف الملامة لانتشار المرض وأيضا طرق المقاومة والعلاج وعرفنا الأهمية الاقتصادية لعلم أمراض النبات من حيث الخسار المباشرة والغير مباشرة وأيضا تطرقنا بالدراسة لدراسة مفهوم المرض النباتي وأنه هو كل تغير أو تحول أو انحراف عن الحالة الطبيعية التي ينمو عليها النبات ويؤدي ذلك إلى نقص في المحصول من حيث الكم أو من حيث الكيف وقسمنا الأمراض النباتية لنعين أمراض كيانية أو بنقول عليها أمراض جهازية وهي اللي بتصيب النبات بأكمله مثل أمراض الزبول والأمراض الفيروسية والنوع الثاني قلنا الأمراض الموضعية وهي اللي بتصيب موضع واحد من أجزاء النبات وقلنا دي زي أمراض التبقعات والأعفان وبعد كده بدأنا نتطرق بالدراسة إلى دراسة الأعراض المرضية وقلنا هي تعبيرات بيظهرها النبات المريض ليعبر بها عن مرضه وهي ناتجة عن التفاعل بين المسبب المرضي وأيضا النبات المصاب اللي احنا بنطلق عليه مصطلح العائل أو الهست وبعد كده أسمتلكوا الأعراض المرضية لأربع أقسام رئيسية وهي التغير في اللون وموت الخلايا والأنسجة والزبول والتغير في شكل وحجم الأعضاء النباتية وبعد كده أخذنا العلامات المرضية وقلنا هي تراكيب خاصة بالمسبب المرضي نفسه وتعتبر الدليل المباشر على وجود المرض واخذنا عناصر متعددة للعلامات المرضية ابتداءا من الغزل الفطري أو الميسيليم وانتهاءا بأعضاء الامتصاص وبعد كده بدأنا نتطرق بالدراسة إلى دراسة المسببات المرضية وأسم تلك المسببات المرضية إلى قسمين رئيسيين النوع الأول بنقول عليه مسببات حية والنوع الآخر بنقول عليه مسببات غير حية أو معدية وغير معدية أو طفيلية وغير طفيلية أيا كان المسبب أو المسمى أنتم طلب متفوقين وامتابعين حلقاتنا على شاشة التلفزيون المصري وأيضا على قنوات اليوتيوب وبالتالي أنتم عندكم كل حلقة بنراجع الجزء الأول من المنهج علشان إحنا عندنا طلبة المدارس المتقدمة نظام الخامس سنوات عندهم امتحان الترب فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نعمل لكم ريفيجن سريع كده على الأجزاء اللي تم دراستها في منهج أمراض النبات وبعد كده بدأنا ندرس المسببات الحية قلتلكم بتشمل الفطريات والبكتيريا والفيتوبلازمة والنباتات الزهرية المتطفلة والنماتودة وأيضا الأشنات والطحالب والفيروسات كل دي أنواع مختلفة من المسببات الحية وعرفنا تعريف الاستلاحي لكل نوع من هذه الأنواع وبعد كده قلتلكم العوامل الغير حية أو الأمراض الغير معدية أو الأمراض الفيسيولوجية وهي ناجمة عن تغير أو تعرض النبات النامي لأحد الظروف البيئية الغير ملامة مثل العامل الجوية أو نقص العناصر أو تعرض لرشب المبيدات أو زراعة النبات في تربة تركيزها عالي من الأملاح أو عدم التوافق بين الأصل والطعم أو التخزين في مخازن غير جيدة التهوية كل دي بتبقى عوامل غير ملأمة للنبات النامي وبالتالي بيكون عرضة للإصابة بالأمراض الفيسيولوجية وبعد كده بدأنا ندرس طرق انتشار أمراض النبات ابتداء من المياه والرياح والتقاوي والحشرات والإنسان وآلات الخدمة والسماد البلدي وأيضا الطيور والنماتودة والقراد وبعد كده ركزنا في الدراسة على طرق تشخيص المرض النبات وقلت لكم لابد أن تكون مدربا ومؤهلا على كيفية تحديد المسبب المرضي لأن التشخيص الناجح يؤدي إلى العلاج الناجح والتشخيص الخاطئ يؤدي إلى العلاج الخاطئ وبالتالي زيادة التكلفة على المزارع وجعل المسبب المرضي لا يتم القضاء عليه وبالتالي تفاقم مشكلة أمراض النبات في المزرعة أو في الحقل وبعد كده خدنا من طرق التشخيص المشاهدة والفحص الظاهري استخدام النباتات الكشافة استخدام الميكروسكوب الضوء العادي استخدام الميكروسكوب الإلكتروني وقلنا بيستخدم في تشخيص الأمراض الفيروسية وأيضا الفيتوبلازمة وإجراء بعض الاختبارات الكيموية أو إجراء بعض الاختبارات السيرولوجية أو نظام التنبؤ والاستشعار عن بعد أو استخدام التكنولوجيا الحيوية المعتمدة على استخدام الأحماض النووية اللي هي الـ DNA والـ RNA وبعد كده خدنا علاقة الأمراض بالبيئة كل مسبب مرضي بيكون لأعزاء الطلبة والطالبات بيكون لعوامل وظروف بتساعد على تفاقمه وتكاثره وانتشاره وأيضا إحنا لما بنيجي نعمل برنامج مكافحة سواء كان برنامج مكافحة علاء وقائي أو برنامج مكافحة علاجي فلابد من جعل الظروف البيئية تكون في صالح العائل وليست في صالح تكاثره وانتشار المسبب المرضي وبعد كده بدأنا ندرس بعد علاقة الأمراض بالبيئة بدأنا ندرس بقى طرق المكافحة المختلفة وقلت لكم تركزوا في طرق المكافحة المختلفة خدنا الطرق التشريعية وعرفنا أهداف الحجر الزراعي وأنواع الحجر الزراعي عنا داخلي وخارجي وأيضا الطرق الزراعية هي عمليات الهدف منها زراعة المحصول إذا تم إجراءها بطريقة صحيحة بتفيد في جعل النبات النامي نبات قوي وبالتالي بيكون أكثر مقاومة وبيكون عنده مناعة ضد الإصابة بالمسببات المرضية المختلفة وبعد كده بدأنا ندرس طرق المكافحة البيولوجية أو البيولوجيكال كنترول والنبدي تعتمد على استخدام الكائنات الحية الدقيقة في القضاء على المسببات المرضية واخدنا منها استخدام بكتيريا التضاد استخدام فطريات التضاد استخدام الفيروس البكتيري البكتيريوفاج واستخدام الفطريات في مقاومة النماتودة وجعل ظروف التربة ملائمة لنمو النبات وغير ملائمة لتقاصر وانتشار المسببات المرضية وبعد كده بدأنا ندرس المقاومة الكيموية أو المكافحة الكيموية وقلنا دي آخر الدواء الكي لابد من ترشيد استخدام المبيدات الكيموية لما لها من أثار ضر على صحة الإنسان والحيوان وأيضا على صحة النبات النامي وبتؤثر أيضا على النظام أو عناصر النظام البيئي وبالتالي لابد من الحد من انتشار استخدام المبيدات الكيموية الضرعة وقلنا المزارع بيلجأ لاستخدامها لسرعة تأثيرها وبقاء فعلياتها لفترة طويلة وأيضا سهولة إجراء المكافحة الكيموية وبدأنا ندرس أنواع المطهرات الكيموية أو المبيدات الكيموية قلنا مطهرات سطحية مثل الكابريت ومطهرات جهازية زي المضادات الحاوية وأيضا المبيدات الجهازية وبعد كده بدأنا ندرس ديناميكية المقاومة أو طرق استحساس المقاومة في النبات أقول تلكم تركزوا على المقاومة المستحسة وهي دفع النبات إلى تكوين المركبات المسؤولة عن المقاومة للمسبب المرضي قبل الإصابة وسرعة رد الفعل للنبات المقاوم عند حدوث أو عند إصابته بيئة المسبب المرضي وعرفنا أن المقاومة المستحسة هي نوعين مقاومة مستحسة جهازية ومقاومة مستحسة مكتسبة وبعد كده ديتكم تطبيقات على استحساس المقاومة في النبات وبعد كده خدنا ديناميكية المقاومة في النبات وقسمنا النباتات لليلة 3 أقسام رئيسية على حسب درجة قابليتها للإصابة قلنا نباتات منيعة من نباتات قابلة للإصابة ونباتات مقاومة وبعد كده السمن المقاومة على حسب طبيعة المقاومة في النبات إلى مقاومة تركبية وأيضا مقاومة كيمو حيوية وفي الحلقة السابقة خدنا الأمراض التي تسببها الفطريات عموما وعرفنا تعريف الفطريات وعرفنا الأهمية الاقتصادية للفطريات من حيث المنافع والأضرار والمميزات العامة للفطريات وأيضا خدنا في الحلقة السابقة تأسيم الفطريات على حسب طريقة حصولها على الغذاء ولتلكوا أربع أقسام رئيسية فطريات إجبارية التطفل مثل فطريات البيض الزغبي والأصداء وفطريات اختيارية التطفل وأيضا دي زي فطريات الزبول وأيضا فطريات إجبارية الترمم وفطريات اختيارية الترمم زي فطريات الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وبعد كده بدأنا ندرس أول أمراض بتسببها الفطريات للنباتات المختلفة اخذنا الأمراض التي تسببها الفطريات اللازجة واخذنا مثال واحد أو مرض واحد لأمراض الفطريات اللازجة اللي هو مرض ورم الجزر الصولجاني في العائلة الصليبية درسنا من حيث المسبب وظروف الملامة لانتشار المرض وطرق انتشار المسبب المرضي وأيضا الأعراض المرضية وطرق المقاومة والعلاج تعالوا بينا عزيزي الطلبة والطلبات نبدأ حلقة اليوم وحناخد فيها على شاشتنا المتميزة الأمراض التي تسببها الفطريات البيضية تعالوا بينا نبدأ حلقة اليوم ونشوف فيها أهم الأمراض اللي بتسببها الفطريات البيضية أول حاجة عندنا الصفات العامة للفطريات البيضية المايسيليم فيها بيكون غير مقسم ومتعدد الانوية وبتتكاصر تكاصر لا جنسي بتكوين الجراسيم الاسبورانجية وايضا بتتكاصر تكاصر جنسي باسم الفطر اللي هو بالجراسيم البيضية وركزوا احنا هناخد خمس انواع من الفطريات فطريات بيضية وزيجية واسكية وبازيدية وايضا فطريات ناقصة عايزكم بس تعرفوا انه التكاصر الجنسي دائما وابدا ما يلازم اسم الفطر يعني لو قلنا تتكاصر الفطريات البيضية تكاصر جنسي باستخدام الجراسيم يبقى على طول الجراسيم البيضية طب الفطريات الزيجية بالجراسيم الزيجية طب الفطريات الاسبورانجية بالجراسيم الاسبورانجية طب البازيدية بالجراسيم البازيدية طب الفطريات الناقصة لا stop off ليه off يا دكتور لانه الفطريات الناقصة سميت ناقصة وسميت بهذا الاسم لانه لم يعرف لها حتى الان طور تقاصر جنسي وان كان في بعض انواع الفطريات بدأ حديثا اكتشاف بعض انواع التقاصر الجنسي لهذه الانواع من الفطريات مثل انواع مختلفة من فطريات الفيرتسيليم والفيوزريم اللي هي بتسبب امراض الزبور تعالوا نشوف مع بعض جزء مهم بقى اللي هي اول مرض هتسببه الفطريات البيضية لانتباتات اللي هو مرض اسمه مرض موت البادرات انا عودتكم ان احنا نحلل اسم المرض اسمه مرض موت البادرات موت يعني البادرة هتجف ويتم القضاء عليها يعني هتموت يعني هتفقد الحياة البادرة يعني يا دكتور البادرة ما هي الا اول نمو خضر يظهر فوق سطح التربة ويحتوي على الاوراق الفلقية اولا تاني اول نمو خضر يظهر يعني النبات وهو لسه صغير او بطلق عليه لفظ البادرة تخيلوا لو المزارع احنا بنخاطب طبعا اخواننا المزارعين لو المزارع بدأ بزراعة اي محصول وينتظر ان ينمو ويكبر هذا المحصول وبالتالي اصابه هذا الفطر ويؤدي ذلك الى موت البادرة مما يضطر المزارع الى اجراء عملية بنقول عليها اما عملية الترقيع لو كانت الاصابة منخفضة او اجراء اعادة لعملية الزراعة لو كانت الاصابة مرتفعة مما يؤدي الى التأخير في معادل حصاد وايضا اصابة النبات بالعديد من الافات المختلفة نظرا لتأخرف عن معادل الزراعة المكرر طيب تعالوا نشوف بقى المسبب المسبب اللى عندي فطر بيض عايز تكتب فطر هتاخد اجابتك كاملة او درجتك كاملة عايز تكتب فطر بيض يبقى انت طالب متفوق هناخد بعد كده الاعراض اول حاجة بلاحظها لو انا نزلت ارض مصابة بمرض موت البادرات حلاقي موت للبادرات قبل ظهورها فوق سطح التربة او قد تموت بعد انبتها وظهورها فوق سطح التربة مباشرة مع وجود تعفن في منطقة السويقة الجنينية السفل نمرة اتنين قلة عدد الشتلات الناتجة لو انا حزرع في مشتل طبعا طب تعالوا نشوف مع بعض ازاي اكافح هذا المرض اول حاجة عندي زراعة اصناف مقاومة دي اكتبها في اي مرض وان شاء الله اجابتك هتكون صحيحة معاملة البزور بالمطهرات الفطرية المختلفة طبقا لتوصيات وزارة الزراعة من طرق المكافحة ايضا اعزاء الطلبة والطلبات الاعتدال في الغي ومنع تزاحم النباتات وبالتالي تقليل نسبة الرطوبة اربعة زيادة او زراعة بزور نباتات الزينة في مواجير بها تربة خالية من الفطر او تعقم في محلول الفورماليل تركيزه خمسة في المية قبل الزراعة باسبوعين على الاقل انا جاب لكم فيديو تعليمي بيبين لنا بيبين لنا مع بعض ازاي بيصيب شايفين ايا دي البادرة بتبدأ تنبت وان اي حبة او اي نبات بينبت اعزاء الطلبة والطلبات بيفرز من الجزر مواد بتنبه انبات جراسيم المسببات المرضية وبالتالي بيبدأ المايسيليم زي ما انتم شايفين دي صورة مكبرة طبعا المايسيليم بيبدأ ينشط ويغزو ويخترق الجدر الخارجية لخلايا النبات او العائل وينمو داخل الخلايا مما يؤدي الى موت شايفين ايا دي البادرة بتبدأ تموت تحت سطح الطربة طب لو استمرت شوية ونمت فوق سطح الطربة برضو هو جواها وبيؤدي الى موتها بعد ظهورها مباشرة فوق سطح الطربة شايفين بقى المنظر اللي معنا في الفيديو ده ده الغياب الجور مما يؤدي الى ظهور الاصابة على هيئة باتشز او بنقول عليها على هيئة بقر تعالوا بقى نشوف مع بعض تاني مرض من الامراض اللي بتسببها الفطريات البيضية مرض خطير جدا بيصيب اشجار الموالح في الوجه البحري في جمهورية مصر العربية وايضا في محافظة الفيوم ليه لانه بيلائمه الجو الراطب ودرجات الحرارة المنخفضة قد تتعرض الى سؤال في الامتحان النهاي يقولك علن لما ياتي ينتشر مرض تصمغ الموالح في محافظات وليكن محافظة الشرقية اللي احنا منها او محافظة الداهلية او محافظة كفر الشيخ ايا كانت اي محافظة من محافظات الدلتة او الوجه البحري الاجابة باختصار لانه هذا المرض يلائمه درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية باجاتك تكون محددة ودقيقة وما تخافش من تغيير المسمى بتاع السؤال يعني بدل ما يقولك محافظات الوجه البحري ممكن يجيب لك اسم المحافظة مباشرة فانت تبقى عارف ان المحافظة دي في الوجه البحري طب الوجه البحري في يا دكتور في درجة حرارة مرخفضة ورطوبة عالية يبقى ده على طول الفطرة حتكاصر وينتشر ويحدث الاثر المرضي له على اشجار الموالح طب ايه الموالح يا دكتور احنا مش عارفين الموالح برضه الموالح ما هي الا البرتقان اللامون اليوسفي النارنجي كل دي بتبقى انواع مختلفة من اشجار الموالح في جمهورية مصر العربية طيب ايه كمان عندي المسبب اللي هنا بيكون مسبب فطر بيضي يبا احنا على طول لسه شنغلين في الامراض التي تسببها الفطريات البيضية تعالوا نشوف الاعراض اول عرض حشوفه لو انا نزلت مزرعة فيها برطوان او اشجار الموالح هلاحظ انه الاشجار المصابة هيكون عليها تعفن في قلف الشجرة اللي هو الاشرة الخارجية للشجرة قرب سطح التربة ويكون هذا التعفن مصحوبا بافرازات سمغية عشان كده سمناه مرض تصمغ الموالح اتنين تعفن القلف تحت سطح التربة ويكون له رائحة البرتقال المتعفن ودي طبعا من المميزات المهمة لهذا المرض طيب تعالوا نشوف مع بعض تالت عرض من الاعراض اسفرار الاوراق وجفاف اطراف الافرع وايضا وجود عفن بني على السمر شايفين ادي سمر برتقال مصابة وعليها جزء بني مصاب بمرض تصمغ الموالح تعالوا نشوف بقى ازاي نعمل عملية كنترول او مكافحة على هذا المرض طرق المكافحة استعمال اصول مقاومة مثل النارنج طيب حد يقول لي يا دكتور ايه كلمة اصول دي اصول انتم عارفين ان احنا فيه البساتين عموما وتخصص الفكهة على الاخص بنجري حاجة بنقول عليها عملية التطعيم التطعيم يعني ايه يعني بيكون عندي النبات مكون من جزئين الجزء اللي فيه المجموع الجزري اللي موجود في التربة بقول عليه الاصل والجزء اللي تم وضعه او تم التطعيم عليه بقول عليه الطعم يبقى انا عندي جزئين اصل موجود تحت سطح التربة والطعم اللي هو بيكون للمجموع الخضري والمجموع السمري ده بقول عليه الطعم للتطعيم طرق عديدة ومختلفة التطعيم القلمي والتطعيم بالعين والتطعيم بالبرعم ايا كان نوع التطعيم اللي عندي المهم ان النبات اللي عندي حيكون اصل وايضا طعم طب انا بزرع اصل النارنج ليه لانه النارنج المجموعة الجزري بتاعه بيكون مقاوم لمرض تصمغ المواد بعد كده يجب ان تكون بقى منطقة الطعم مرتفعة عن سطح التربة بمسافة لا تقل عن 30 سنتي يعني انا لما اجي اقطع منطقة الطعم عن التربة لازم الارتفاع بتاع الاصل يكون لا يقل عن 30 سنتي من سطح التربة بعد كده العناية بعمليات الصرف وعدم الزراعة في الاراضي السقيلة طب ليه دكتور عدم الزراعة في الاراضي السقيلة لان انتوا عارفين انه الاراضي السقيلة بتكون اكثر احتفاظا بالماء وبتكون نسبة الرطوبة فيها عالية تعالوا نشوف مع بعض الزراعة على مسافات واسعة حتى لا تزيد نسبة الرطوبة لسه الينا من شوية يوم حول النباتات واخر حاجة معنا تجنب احداث جروح او خدوش في قاعدة الشجرة خلي بالكوا اعزائي الطلبة والطلبات احنا المسببات المرضية عموما سواء كانت مسببات مرضية بتصيب النبات او حتى بتصيب الحيوان او بتصيب الانسان هي بتدخل الى جسم العائل ايا كان العائل عن طريقين اما الفتحات الطبعية في جسم العائل او احداث الجروح ولذلك يجب توخي الحذر عند جمع المحاصيل المختلفة ونقلها وتخزينها او تسويقها مباشرة لانه احداث اي جروح في السمرة يعرضها للمهاجمة بالمسببات المرضية واحداث الاصر المرضي لها على المحصول وبالتالي يؤدي ذلك الى تعفن او احداث الاعراض المرضية اللي احنا اخدناهم في الحلقة الاولى تعالوا نشوف مع بعض بعد كده عدم ملامسة ماء الغي عشان للرطوبة لجزوع الاشجار ويفضل الزراعة على مصاطب او بواكي واخر حاجة تعالج الاشجار المصابة بازالة الجزء المصاب مع جزء من القلف السليم وذلك بواسطة سكينة حادة ثم الديهان بعجينة بردو تعالوا ناخد المرض الثالث اللي معنا في حلقة اليوم الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وده مرض خطير جدا 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 على محاصيل البطاطس والطماطم سواء كان داخل جمهورية مصر العربية او حتى في اوروبا ادى الى حدوث مجاعات في الدول الاوروبية لان انتم عارفين ان دول اوروبا بتعتمد اعتماد كل وجزء على محصول البطاطس ويعتبر من المحاصيل الاستراتيجية في الدول الاوروبية وهذا المرض اللي هو فيتوفسرا انفيستانس اللي هو الفطر ده ادى الى حدوث خسائر كبيرة جدا في محصول البطاطس في سنة من السنين وبالتالي لابد من توخي الحذر عند زراعة البطاطس وزراعة تقاوي خالية من المسبب المرضي وايضا تربة خالية من المسبب المرضي وان شاء الله هعرض لكم دلوقتي فيديو تعليمي بيبين ازاي المسبب المرضي بيغزو محصول البطاطس وينتشر داخل انسجة النبات المصاب تعالوا نشوف مع بعض المسبب قولنا فطر بيضي طب الاعراض على البطاطس لو انا نزلت ارض مزروعة بالبطاطس هلاحظ ايه هلاحظ ظهور بقع مائية بنية وصغيرة على الاوراق هذه البقع بتكبر في الحجم ثم تعم كل سطح الورقة مع وجود ايه بقى دل بميزهم مع وجود نمو زغبي رمادي اللون او حد يكتب ابيض رمادي اللون على السطح السفلي للورقة ايضا موت النبات في حالة الاصابة الشديدة وصغر حجم السمار مع وجود عفن بني بها طب تعالوا نشوف مصادر العدوى وخلي بالكم مصادر العدوى مهمة جدا جدا علشان انا حتلافاها اثناء اجراء عملية المكافحة اول حاجة بقايا النباتات المصابة كالعروش والدرانات الجراسيم الموجودة في الهواء او مياه الري الملامسة بين الدرانات المصابة والسليمة في المخزن زراع الدرانات مصابة تعالوا نشوف بقى ادي صور بتبقين لك اعراض الاصابة على محصول البطاطس الظروف الملامة لانتشار هذا المرض يلائمه الجو البارد وخلي بالكم من الجادي والرطوبة العالية والاراضي السقيلة والرطوبة العالية والاراضي السقيلة فلابد من تقليل نسبة الرطوبة وتقليل مقررات ومعدلات الرأي اثناء اجراء عملية المكافحة طب تيجو نشوف الاعراض على نبات الطماطم ايضا المسبب فطر بيضي الاعراض على الطماطم بتكون في صورة بقع مائية على حواف الاوراق وقاعدتها بتقدم الاصابة بتتحول الى اللون الاسود بقع بنية او زيتونية مسودة على السمار بتكبر في الحجم وبتكون حلقات دائرية في بعض الاحيان بعد كده وجود نمو زغب رماد اللون على السمار المصابة تعالوا نشوف بقى طرق المكافحة ازاي اكافح مرض النادوة المتأخرة في البطاطس والطماطم اول حاجة بعملها اتباع دورة زراعية يراعى فيها عدم تعاقب زراعة البطاطس والطماطم في نفس الحقل يعني ايه دورة زراعية يا دكتور انت قلتان قبل كده فكرنا بيها لو سمحت الدورة الزراعية هي نظام تعاقب زراعة محصول معين في ارض معينة خلال فترة زمنية معينة ده باختصار تعريف الدورة الزراعية يبقى انا بمنع تكرار زراعة محاصيل العائلة البازنجانية خصوصا اللي حملنا عليها فاميلي سولينيس اللي هي زي البطاطس وزي الطماطم وزي البازنجان كل ده بيمنع تكراره في الارض لانه ده بتبقى عوائل لجراسيم المسبب المرضي لمرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم التخلص من مصادر العدوة فاكرين لما قلنا طرق الانتشار اللي هي العروش والدرانات المصابة يبقى انا بتخلص من العروش المصابة وقد تتعرض لسؤال عالي في الجزية دي يقولك يجب التخلص من عروش البطاطس والطماطم بعد جمع المحصول مباشرة سواء بالحرق او بالدفن او تقدمها علف لحيوانات المزرع ليه بقى بتعمل العملية دي لانه هي بتبقى محتفظة او بتبقى محتوية على جراسيم الفطر البيضية الساكنة وبالتالي بتنقل الاصابة من موسم الى موسم اخر يبقى لازم بعد ما تجمع المحصول تتخلص نهائيا وتماما وبالكلية من عروش الطماطم والبطاطس بعد جمع المحصول تعالوا نشوف ايه من طرق المكافحة بعد كده العناية بخدمة المحصول والتسميد تسميدا متوازنا فاكرين لما كنا بناخد علاقة الامراض بالبيئة وقلنا ضرورة الاعتدال في استخدام الاسميدة الازوتية قلنا لانه هي بتدفع النبات الى تكوين مجموع خضر كسيف وغض مما يجعل النبات عرضة للمهاجمة من قبل المسببات المرضية لانه النبات الجدر الخارجية بتاعت النبات بتبقى غضة يعني طرية وسهلة الاختراق بمايسيليم وجراسيم المسببات المرضية المختلفة ولذلك لابد من اجراء برنامج تسميد متوازن بين الاسميدة الازوتية المحتوية على عنصر النيتروجين والاسميدة البوتاسية المحتوية على عنصر البوتاسيام وأيضا الاسميدة الفسفورية المحتوية على عنصر الفسفور ودي دعوى ايضا من خلال برنامجنا المتميز برنامج امراض النبات الى ترشيد الاعتماد على استخدام الاسميدة الكيموية بقدر الامكان والاعتماد عوضا عنها باستخدام السماد العضوي الذي يتمثل فيه الكومبوست او السماد البلدي او ايا كان مصدر السماد حتى ممكن اسمد بمخلفات انتاج الغاز الحاوي اللي هو السماد البيو جاز سواء كان في صورة سائلة او في صورة صلبة الرش بقى دي اخر حاجة بانها دايما في اي مرض بيقابلنا الرش باحد المطهرات الموصة بيستعملها من قبل وزارة الزراعة وبتم الرش حوالي من اربع الى خمس مرات الى ست مرات بين كل الرشة والتانية بيكون فيه فرق اسبوعين على الاقل تعالوا نشوف بقى الفيديو التعليمي اللي وعدتكم به بيبين لك ادي اه 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 زراعة البطاطس طبعا احنا قلنا الالات ممكن تكون مصدر للالات الغير نظيفة طبعا ممكن تكون مصدر للاصابة بانتشار المسببات المرضية او حتى التقاوي ادي تقاوي البطاطس الدرنة تحت سطح التربة مزروعة وهي محتوية على الجراسيم البيضية لمرض الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطن بيبدأ الميسيليم ينمو داخل او بين خلايا وانسجة الدرنات المصابة وعندما تنمو وتنبت الدرنة شايفين احنا بنكبر لكم بقى الصورة برنامجنا المتميز لن تجدوا هذه الخدمة التعليمية المتميزة الا عبر شاشة التلفزيون المصري ادي البادرة بتبدأ تنبت وداخلها جراسيم وميسيليم فطر الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطن شايفين بقى ادي البقع بنيت اللون ادي شايفين الجزء البني ده على استاق ما هو الا اعراض الاصابة بمرض الندوة المتأخرة بالبطاطس والطماطن وايضا على الاوراق حد هيقول لي يا دكتور طب ايه المشكلة دي بقعة صغيرة لا ما هي بعد شوية البقعة البنية دي بتكبر في الحجم وتؤدي الى تدمير اوراق النبات بالكلية طب حد ايه المشكلة ان ورقة او اوراق النبات ايه او شايفين بقى ايه الجزء الابيض دي عبارة على سطح السفلي طبعا دي عبارة عن الحوامل الجرسومية للحامل الاسبوراندي لجرسيم فطر الندوة المتأخرة في البطاطس والطماطن وادي الاكياس الكيس الاسبوراندي موجود او محمول على الحامل الاسبوراندي طبعا زي ما قلتلكو اه دي الاصابة بتعم كل اجزاء المحصول وبالتالي تؤدي الى خسائر اه فادحة طبعا انا قلتلكو انه اه الاوراق بتاعت النبات هي مصنع اه النبات وبالتالي اه هذا المصنع بيتم فيه تحويل الطاقة اه اه الضوئية الناجمة عن قيام النبات بعملية البناء الضوئي الى طاقة كيميائية وتحويلها الى مصدر غزائي وبالتالي عملية الفوتو سينسز او بنقول على عملية البناء الضوئي هي تعتبر اصل الحياة على سطح الكرة الارضية وبالتالي الورقة لما بتتدمر يؤدي ذلك قد يؤدي الى موت النبات وقد يؤدي الى ضعف في انتاج النبات من حيث الكم او من حيث الكيف لابد من المحافظة على جميع اجزاء النبات لانه كل جزء من اجزاء النبات له دور اساسي في انتاج المحصول سواء كان مجموع جزري او مجموع خضري او مجموع زهري وسامري تعالوا نشوف بها جزئية مهمة جدا وامراض خطيرة جدا بتصيب المحاصيل المختلفة والمتنوعة وهي متعددة العوائل سواء كانت على المحاصيل الخضر او محاصيل الفكهة المختلفة امراض البياض الزغبي الناجمة عن الاصابة باحد الفطريات البيضية اول حاجة هناخدها هي الصفات العامة لامراض البياض الزغبي هنلاحظ ان الصفات العامة احنا استمدناها من الصفات العامة للفطريات البيضية اول حاجة زي ما قلناها قبل كده الميسيليم غير مقسم ومتعدد الانوية هي فطريات اجبارية التطفل يعني يا دكتور اجبار التطفل يعني كائن حي بيحصل على غزائه من كائن حي اخر ويموت بيموته ولا يمكن تنوياتها على بيئة صناعية داخلية التطفل يعني بتعيش داخل جسم العام الاصابة بتحدث عن طريق الصغور الموجودة على الاوراق بتتكاثر لا جنسيا باستخدام الجراسيم الاسبورانجية اقول لكم بقى مختصر لجزئية دي علشان الطلبة اللي بتدون معايا الملاحظات اللي انا والاسئلة اللي انا بقولها دايما على مدار الحلقة بصوا بقى احنا عندنا خمس انواع من الفطريات الفطريات البيضية والفطريات الزائجية بتتكاثر لا جنسيا وحطه ثلاث خطوط تحت لا باستخدام الجراسيم الاسبورانجية طيب واللي بعدها الفطريات الاسكية والفطريات الناقصة تتكاثر لا جنسيا باستخدام الجراسيم الكندية ولسه واحدة معانا من الخمسة يا دكتور اللي هي الفطريات البازدية وهي تتكاثر ايضا لا جنسيا بواسطة الجراسيم التيليتية يبقى انا عندي البيضي والزائجي اسبوراندي والاسكي والناقص كونيدي والبازيدي تيليتي وبينما التكاثر الجنسي يكون مصاحب لاسم الفطر يعني بواسطة الجراسيم البيضية زائجي بالجراسيم الزائجية واسكي بالجراسيم الاسكية وبازيدي بالجراسيم البازدية والفطريات الناقصة لما لا يعرف او لا يوجد لها طور تكاثر جنسي حتى الان طيب انا عملتلكم مختصر للجزئية دي طيب نقول حتة تانية نقول حتة تانية الجراسيم عموما او المايسيليم في الجراسيم فيه اوقات تلاقي مكتوب مقسم واوقات تلاقي غير مقسم مقسم يعني الخيط لا توجد فيه حواجز عرضية انما المقسم يعني هتلاقي في الخيط كده فواصل او حواجز عرضية بين اجزاء المايسيليم المختلفة طيب نقولهم مع بعض البيضي والزائجي غير مقسم البيضي والزائجي غير مقسم الاسكي والبازيدي والناقص المايسيليم فيها بيكون من النوع المقسم بجدر عرضي تعالوا نشوف بتتكاثر اهو باسم الفطر زي ما احنا عالين من شوية احنا عملنا لكم ملخص كده لكل الحاجات اللي انت حتتعرض لها بتتكاثر جنسيا بواسطة باسم الفطر اهو بواسطة استخدام الجراسيم البيضية تعالوا نشوف مع بعض اعراض الاصابة بامراض البيض الزغبة دي الاعراض العامة ونحفظها يبقى حتسهل علينا كل الاعراض اللي حتيجي بعد كده لانه الاختلاف بيكون في العائل يعني اقولك البيض الزغبة في الخص البيض الزغبة في العنب البيض الزغبة في القرعيات ايا كان العائل فهو الاعراض واحدة طب ايه هي الاعراض ده دكتور انت حافظها اه طبعا انا حافظها لان انا مارس بيدي انا مؤهل ومدرب واشتغلت بيدي وانت لا يمكن هتعرف الاعراض الا لما تنزل المزارع المختلفة وتعرف اعراض الاصابة وتشخص بنفسك اعراض الاصابة بالمسببات المرضية المختلفة انت دكتور في مجال امراض النبات النبات بيلجأ لك علشان تعالجه محدش هيقدر يعالجه غير المتخصص في مادة امراض النبات واحنا بنأهلك وبندربك علشان تكون متفوق ومؤهل ومدرب لتشخيص المرض النباتي وايضا اصدار الاحكام ان هذا المسبب هو مسبب فطري او مسبب بكتيري او مسبب فيروسي او نباتات زهرية متطفلة او نيماتودة او ايا كان نوع المسببات المرضية اللي احنا درسناها فلابد ان يكون التشخيص ناجح لكي يكون العلاج ايضا علاج فعال والعلاج ناجح للقضاء على المسببات المرضية طب ايه هي يا دكتور انت قلت لنا انت حافظ او انا حافظ ظهور بقع صفراء اللون على السطح العلوي للورقة بس كده طب انا عندي البوع دي ممكن تيجي من اي مسبب مرض تعالوا بالي اللي جاية هي اللي هتحددلي ان انا عندي اصابة بالبياض الزغبي لما اقلب الورقة على السطح السفلي للورقة حلاحظ خروج نموات زغبية لونها ابيض عشان كده سميناه بياض زغبي مقابلة للبوع الصفراء اللي موجودة على السطح العلوي وهي ما هي الا الحوامل الجرسومية لجراسيم البيضية المسببة لامراض البياض الزغبي طيب في حاجة تانية بقى حطوها كده في الممر بتاعكم انه اوراق نبات البصل بتبقى ورقة امبوبية يعني زي صباعك كده يعني ما لها السطح علوي وما لها السطح سفلي دي ورقة استوانية طيب احدد ازاي حلاقي بقى ايه حلاقي البوع على الصفرة دي النموات الزغبية بتخرج من نفس وجود او من نفس مكان البقع صفراء اللون على اوراق نبات البصل تعالوا استعرضها بقى على شاشتنا المتميزة علشان تحفظوا المعلومة زي ما الدكتور حفظكم المعلومة من شوي ظهور بقع صفراء باهتت اللون على السطح العلوي للأوراق وخلي بالكم من صح وغلط يقابلها على السطح السفلي نمو زغبي لونه ابيض عبارة عن الحوامل الجرسومية للفطر وهي خارجة من الصغور التنفسية الموجودة على اوراق النبات بتقدم الاصابة بتتحول هذه البقع الى اللون البني نتيجة موت الانسجة تعالوا نشوف مع بعض اعراض الاصابة ايضا في ورقة البصل زي ما قلتلكم من شوية بتظهر البقع الصفراء والنموات الزغبية في نفس المكان لان ورقة البصل بتكون اسطوانية او من النوع الانبوبي بعد كده جفاف السمار الصغيرة وتشوه في السمار كبيرة الحج طبعا دي ورقة عنب مصابة دي السطح العلوي للورقة على البقع الصفراء لو قلبنا الورقة هنلاقي النموات الزغبية اللي لونها ابيض طب هناخد بقى ايه اول مرض عندنا من امراض البغض الزغبي اللي هو البغض الزغبي في العنب المسبب في طربي والاعراض احنا حفظناها الدكتور قال لنا ان نبتبع عبارة عن بقع صفراء اللون على السطح العلوي للأوراق تتحول الى اللون البني وقابلها على السطح السفلي نموات زغبية لونها ابيض تعالوا نشوف مع بعض الظروف الملامة لانتشار هذا المرض بينتشر فيه الوجه البحري نظرا لملامة الظروف الجوية من الرطوبة العالية ودرجة الحرارة المنخفضة بتكون حوالي من 25 الى 27 درجة مقوي المكافحة بقى ازاي اعمل عملية كنترول وسيطرة على هذا المرض لو انا نزلت ارض عنب مصابة بهذا المرض اول حاجة هعملها جامع الاوراق المتساقطة واعدمها لانها بتكون مصدر للعدوى في العام المقبل تقليم الافرع المصابة واعدمها وارغش باحد المطاهرات الفطرية المصاب استعمالها من قبل وزارة الزراعة جاب لكم بقى فيديو تعليمي بيبين لنا اعراض الاصابة بمرض البياض الزغبي في العنب ادي الورقة ادي السطح العلوي للورقة وعليه ادي البوع لو انت تركزوا ادي البوع السفرة ادي الفطرة ده على السطح العلوي للورقة لو احنا قلبنا الورقة على سطح السفلي هنلاحظ النموات الزغبية اللي لونها ابيض شايفين بعم الورقة والورقة بيتم تدميرها وادي عنقيد العنب بتجف وتسقط لانه اصيبت في مرحلة مبكرة بهذا المرض وده مرض خطير جدا بيصيب اشجار العنب وبيلأمه درجة الحرارة اللي بتبقى تتراوح من 13 الى 30 درجة تقريبا وبيدمر محصول العنب لانه طبعا انتوا عارفين انه محصول العنب ده محصول سناء الغرض سواء الاوراق او ايضا سواء السمار اللي هي عنقيد العنب بيأثر عليها وبيحدث الاثر المرضي لأوراق او لنبتات او اشجار العنب طبعا نموات الزغبية بتبقى كسيفة وبيؤدي ذلك الى انه يقضي على المحصول ادي بيصيب الاوراق السفلية لشجرة العنب وبتظهر اعراض الاصابة على سطح السفل زي ما انتم شايفين انت ما تنزل ارض مزروعة بالعنب ولقيت الاعراض دي على طول تقول للمزارع ان انت مصاب بفطر البياض الزغبي وبينتشر عن طريق الرياح والمياه وايضا بينمو في درجة الاطوبة العالية ادي سطح السفلي للوراق وعليه الحوامل الجرثومية للبياض الزغبي في العنب طبعا لابد من التدخل باجراء المكافحة للسيطرة على هذا المرض تعالوا نشوف بعد كده البياض الزغبي في البصل زي ما قلنا المسبب فطر بيضي العراض بقع صفراء بهتب يتكون عليها نموات زغبية لونها رمادي يشبه اللون البنفسيجي بيصيب ايضا الازهار والابصال ويسكن بها للموسم التالي طبعا دي ورقة بصل شايفين متضمرة نهائيا نتيجة الاصابة بجرسيم فطر البياض الزغبي الزروف الملامة لهذا المرض زي ما قلنا رطوبة العالية والليالي الباردة بيعقبها نهار دافئ تعالوا نشوف بقى نعمل عملية مكافحة زي لهذا المرض اعدام بقايا المحصول المصاب اتباع دورة زراعية مناسبة التسميد الجيد المتوازن عدم زراعة ابصال من محصول مصاب الرش باحد المطهرات الفطرية المصاب باستعمالها من قبل وزارة الزراع طبعا هناخد ايضا البياض الزغبي في الخاص المسبب فطر بيضي طبعا دي اوراق مصابة بالبياض الزغبي في الخاص الاعراض موت البياضرات الصغيرة بمجرد ظهورها فوق سطح التربة بقع صفراء على السطح العلوي زي ما اخذنا يقابلها على السطح السفل للمواد الزغبية لونها ابيض في حالة زيادة الرطوبة او اثناء الشحن قد يتعفن النبات نتيجة الاصابة بفطريات او بكتيريا مترممة تعالوا نشوف المكافحة او ناخد الاول طرق انتقال المرض بينتقل ايضا عن طريق الرياح وبقايا النباتات المصابة والظروف الملامة لانتشار هذا المرض درجة الحرارة المنخفضة والجو الملبد بالغيوم والمكافحة زراعة تقاوي سليمة وعدم الزراعة الكسيفة وجامع وازالة الاوراق والمخلفات النباتية المصابة وحرقها ولا ينصح برش الخاص ممكن يجي لك سؤال لا ينصح اجراء عملية المقاومة الكيموية او رش الخاص بالمقاومة الكيموية او المبيدات الكيموية هتقوله الاجابة وذلك لانه محصول يتم التغذية عليه وللمحافظة على الصحة العامة لمن يتناول هذا المحصول هناخد بعد كده اخر حاجة معنا البياض الزغبي في القرعيات المسبب فطر بيضي زي ما احنا متعودين الاعراض ظهور بقع صفراء محددة او محدودة الشك على السطح العلوي للاوراق بيقابلها على السطح السفلي للورقة نمو زغبي لونه ابيض بنفسجي وعند اجتداد الاصابة بتموت الاوراق وبيقل المحصول هناخد الظروف الملامة لانتشار هذا المرض درجة الحرارة المنخفضة وايضا الرطوبة العالية ومن طرق انتشار هذا المرض الرياح والحشرات والامطار وآلات الزراعة طب نعمل مكافحة ازاي اتباع دورة زراعية مناسبة مقاومة الحشائش زراعة اصناف مقامة طب ليها دكتور مقاومة الحشائش مقاومة الحشائش اعزائي الطلبة والطالبات بتفيد في القضاء على العديد من المسببات المرضية وليس هذا المسبب لانه الحشيشة ما هي الا عائل بديل للمسبب المرضي وايضا بتشارك المحصول في الغذاء وفي المكان والاحتياجات المائية وبالتالي النبات النامي بجوار الارض الموبوعة بالحشائش بيكون نبات ضعيف وبيكون عرضة واقل مقامة وعرضة للاصابة بالمسببات المرضية المختلفة ولذلك لو انت كتبت في الامتحان زراعة اصناف مقامة والعناية بعملات الخدمة والتخلص من الحشائش كل ده هتبرل اجابتك دايما في كل الامراض اجابة لانه دي حاجات عامة ما يدرشي والاستخدام المتوازن للأسميدة كل دي بتبقى حاجات عامة فبالتالي اجابتك هتكون صحيحة بالتالي من غير ما انت تحفظ اي عناصر كتير انت بتخلص زراعة اصناف مقامة العناية بعملات الخدمة الاعتدال في الرأي والتسميد وايضا التخلص من الحشاش والتخلص من بقايا المحصول يبقى احنا عندنا دلوقتي زراعة اصناف مقامة طبعا عدم ارتفاع الرطوبة والتهوية الجيدة في الصوب لانه هذا المرض بيلأمه الرطوبة العالية واخر حاجة بنقولها دايما الرش باحد المطهرات الفطرية الموصة باستخدامها من قبل وزارة الزراعة طبعا لو انتم حابين تعرفوا الفطريات الزيجية يعني ايه وايه هي الصفات العامة للفطريات الزيجية وايه هي الامراض التي تحدثها هذه الفطريات للمحاصيل المختلفة وهي اعراض الاصابة بالفطريات الزيجية وكيفية اجراء المكافحة والسيطرة على الامراض التي تسببها الفطريات الزيجية يبقى لازم تنتظرون في الحلقات المقبلة باذن الله احنا خدنا في حلقة النهاردة خدنا الصفات العامة للفطريات البيضية وايضا خدنا اهم الامراض التي تسببها الفطريات البيضية للمحاصيل المختلفة خدنا اول حاجة مرض موت البادرات وايضا مرض تصمغ الموالح والندوة المتأخرة في البطاطس والطماطم وايضا اخدنا في حلقة اليوم امراض البيض الزغبي كل ده بندرسه من حيث المسبب المرضي والظروف الملامة لانتشار المرض والاعراض المرضية وايضا طرق المقاومة والعلاج بكده اعزائي الطلبة والطلبات نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور ويل شلال على امل ان التقي بكم في حلقات مقبلة باذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم